السلام عليكم، مرحبا بكم في منصة تيوب تكلمنا في فيديو سابق عن أغلى عشر عملات في أفريقيا أدعوكم لمشاهدته، سأترك لكم رابطه في أول تعليق يتم تحديد سعر العملات من خلال العرض والطلب على العملة كباقي السلاع في الأسواق وترتبط قيمة العملات بحجم وقيمة الموارد الموجودة في الدول خاصة النفط والغاز والذهب ولهذا السبب نجد أغلى العملات في العالم هي تابعة لدول الخليج الغنية بالنفط والغاز في هذا الفيديو سنتعرف على أغلى عشر عملات عربية لكن قبل ذلك الحين ألمرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديد الفيديوهات في المرتبة العاشرة الدرهم المغربي يعتبر الدرهم المغربي من أهم العمولات العربية كما يصنف في المرتبة الرابع أفريقيا حيث واحد دولار يعادل عشر فاصلة ثمانية عشر درهما ويعتبر الاقتصاد المغربي اقتصاد خدامات بامتياز ويعتمد على قطع الفلاحة خاصة الحوامد والزيوت النباتية والأسماك وتصدير الفصفات والنسيج والسيارات ويعتبر المغرب أيضا بلدا رائدا في السياحة في المرتبة التاسعة الدنار الليبي قبل الحرب في ليبيا كان الدنار الليبي هو أقوى عملة في أفريقيا لكن بسبب الحرب الأهلية تأثر الدنار الليبي بشكل كبير وأصبح يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا والمرتبة التاسعة عربيا حيث واحد دولار يعادل أربعة فاصلة سبعة وثمانين دنارا ومن بين الأسباب في قوة العملة الليبي هي تصديرها الهائل للنفط الخام في المرتبة الثامنة الريال السعودي يعتبر الريال السعودي من بين أقوى العمولات العربية ويحتل المرتبة الثامنة عربيا حيث واحد دولار يعادل ثلاثة فاصلة ستة وسبعين ريال وتعد المملكة العربية السعودية أقوى دولة عربية اقتصاديا وأكبر مصدر للنفط في العالم وهي أيضا عضوا في منظمات أوبيك الخاصة بالدول المصدرة للنفط في المرتبة السابعة الدرهم الإماراتي يوجد تفاوت قليل بين الدرهم الإماراتي والريال القطري في قيمة العملة ويصنف الدرهم الإماراتي الثامن أقوى عملة عربية حيث واحد دولار يعادل ثلاثة فاصلة سبعة وستين درهما ويعتمد اقتصاد الإمارات على تصدير النفط والغاز والتمر والأسماك في المرتبة السادسة الريال القطري يعتبر الريال القطري من بين أقوى العمولات العربية ويحتل المرتبة السادسة عربيا حيث واحد دولار يعادل ثلاثة فاصلة أربعة وستين ريال وتعتبر القطر من الدول الغنية بالنفط والغاز وتتمتع برخاء اقتصادي كما يعد الشعب القطري من أغنى شعوب العالم في المرتبة الخامسة تصدر الدنار التونسي قائمة أغلى العمولات في أفريقيا ويحتل المرتبة الخامسة كأقوى عملة عربية حيث واحد دولار يعادل ثلاثة فاصلة سفر ستة دينارا ومن الأسباب التي جعلت الدنار التونسي تصدر القائمة هو التصدير الجيد لتونس منتجاتها النفطية والزراعية في المرتبة الرابعة الدنار الأردني يعتبر الدنار الأردني رابع أغلى عملة في العالم حيث واحد دولار يعادل صفر فصيلة 71 دينارا ومن الصعب تفسير ارتفاع قيمات الدنار الأردني بكون الأردن دولة غير نفطية وقليلة الموارد وغير متطورة مثل جيرانها دول الخالج في المرتبة الثالثة الريال العماني يصنف الريال العماني ثالث أغلى عملة في العالم حيث واحد دولار يعادل صفر فصيلة 39 ريال ويرجع السبب إلى تطور اقتصاد عمان إلى موقعها الاستراتيجي ويرتبط الريال العماني بالدولار الأمريكي بشكل مباشر في المرتبة الثانية الدينار البحريني يعتبر الدينار البحريني ثاني أغلى عملة في العالم حيث واحد دولار يعادل صفر فصيلة 38 دينارا ويرجع السبب في ارتفاع عملة البحرين هو توفرها على النفط الذي يعتبر أكبر مصادر دخل للدولة وربط سعر الدينار البحريني بسعر الدولار الأمريكي في المرتبة الأولى الدينار الكويتي يعتبر الدينار الكويتي أغلى عملة على مستوى العالم حيث واحد دولار يعادل صفر فصيلة 31 دينارا ويمكن تفسير قيمته المرتفعة بسبب ارتفاع الصادرات النفطية لدولة الكويت إلى السوق العالمية حيث تمثل ثمانين في المئة من عائدتها ووجود ثروات هائلة في الكويت مقارنة بحجمها الجغرافي الصغير وتعداد سكانها القليل كما أن الكويت دولة معفت من الضرائب بالإضافة إلى معدل البطال الشبه المنعدم حول مع المنوقع وهي رجح المرتفعة إلى معدل البطال الشراكي والإيدينا